اشتركوا في القناة اخلط حسابة النصر تأخر الصورة في النتيجة جعلها تكثف من هجماتها وجاء تسديدة حمزاوي التي ابعدها سيدريك للركنية حمزاوي حاول التواغل في منطقة الجزاء لكنه يعرقل ويران الحكم بشاري اعتبرها تمويهم من دون الاعلان عن شيء وما لم يتوقعه شبيبة الصورة حادث في الدقيقة الحادية والثلاثين حين عاد بولمدايس ليدون اسمه كهداف للمباراة بعد خلل دفعين وخروج غير موفق لبوسوف بعدها اضطر المدرد مشيش لتغيير الحارس بوسوف بعدما لاقى صافرات الاستهجان من الجمهور ليعوض بالعوتي وحاول بالجلال مع نهاية المرحلة الاولى بمخالفة لم تأتي بالجديد المرحلة الثانية حاول خلالها الصورة ارتباء راقه والرد على الهدفين فجاءت رأسية ميبارك التي لم تكن بالقوة اللازمة عند الدقيقة الخمسين وفي الدقيقة التاسعة والستين طلب عناصر شبيبة الصورة بركلة جزاء بعد سقوط سايح في منطقة الخطر لكن الحكم بشاري كان له رأي اخر ميبارك يضيع مرة اخرى بتسديدة مرت عاليا الشباب عاد للتهديد ولكن من كرة ثابتة مفدها بهلول استضمت بالقائم الافقي عند الدقيقة الحادية والثمانين الضغط الهجومي الصوري تواصل ورأسية حمزاوي حولها الدفاع الاركنية وقبل النهاية باربع دقائق وفي هجوم مرتد البديل حناني من جانب السنافر يستغل هفوة دفاعية ويضيف الهدف الثالث وسط دهشة لاعبية الصورة والجماهير العريضة التي لم تكن تنتظر هذه النتيجة نطلقين هدف اول يعني من غلطة في وسط الدفاع وزيد حارس المرمى ولكن هذه كرة القدم لكن بالمقابلة بعد ذلك نطلقين هدف من نفس الغلطة وسط المداء وسط الدفاع وبعد ذلك يعني في الشوطة الثاني قدرنا بعض التصحيحات وقدرنا احنا نلعبه والخصم قاد يعني كانت عنده العب يعني بكل فعالية ووقعية وقدر يسجل يعني في الثالث احنا جونا بعض الفرص يعني اللي كانت ثاني حالة تسجيل وما سجلناها مشاناً كنا الاحق لظفر بالنقاط الثلاث وفزنا بها لاننا بدأنا المباراة بقوة ولدف الأول حررنا بعدها حاولنا السمود صحيح ان شبيبة الصورة لم تكن محظوظة لاننا في ثالث هجم فقط امضينا الادف الثاني وبعدها اصبحت مهمة الدفاع سهلة بنسبة الينا لقد عرفنا كيف نسير المباراة ولعبنا بشكل جيد لاننا اردنا الفوز بالمواجهة ونجحنا في ذلك اشتركوا في القناة